السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا ممدل لكلماته وهو سميع العليم وإن تطيع أكثر من في الأرض يظلك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرسون إن ربك هو أعلم من يظل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فاكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقال فصر لكم ما حرم عليكم إلا ما ذو طردتم إليه وإن كثيرا لا يذلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنة إن الذين يكسبون الإثم سيجلسون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليحون إلى أوليائهم ليجادلكم لين تعطموهم إنكم لمشركون أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكبر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد لما كانوا يمكرون فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيق حرجا كأنما يستعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا للآيات القومية الذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميع أيام عشر الجن قد استكثرتم من الإنص وقال أولياؤهم من الإنص ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنصان لم يأتكم رسر منكم يقصون عليكم الآياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يقل ربكم أهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافلين عما يعملون وربك الغني ذو الرحمن إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم وشركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحث حجل لا تعمها إلا من نشاء بزعمهم أنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء علي سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكور منا ومحرمون على أزواجنا وإن يكن ما يتتنفهم في شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليهم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهم بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ظلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصده ولا تصرفوا إنه لا يحب المصرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الدعن اثنين ومن المعزي اثنين قل آذكرين حرم أم الأمثين أم ما اشتملت عليه أرحام الأمثين نبدئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقل اثنين قل آذكرين حرم أم الأمثين أم ما اشتملت عليه أرحام الأمثين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليدل الناس بغير علم إن الله لا يهدق مظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعمية عمه إلا أن يكون ميتة أو دمم نصفوحا أو لحم خنزيره فإنه رجس أو فصقا أهلا لغير الله به فمن الطر غير باغي ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمناك الذي ذفر ومن البقر والغرم حرمنا عليهم شحمهما إلا ما حملت ظهورهما أبي الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغبهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واصعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشرقوا لو شاء الله ما أشرقنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا ظن وإن أنتم إلا تخرسون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن يشهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبعه والذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم لربهم يعدلون قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين يحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم نحن نرزقهم قل يا قوم اعملوا على مكان قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين يحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ شدة وأفو الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا لا نكلف نفسا إلا مصعها وإذا قلتم فعدلوه ولو كان ذا قربا وبعهد الله أفو ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا صولة فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم امنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وتقول لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عند راستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآية الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتذروا إنا منتذرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم دي ما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيّة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحيا يوم ماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وانا أول المسلمين قل أغير الله أبغي رب وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم رجعكم فينبئكم دي ما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فاق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتمذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعوهم إذ جاءهم دأسنا إلا أن قالوا إنكنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يوم يذن الحق فمن ثقلت موازينه فأوليك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأوليك الذين خسروا أنفسهم لما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معائش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فهبت منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فخرج إنك من الصاغرين قال أنذرني إلى يومي بعثون قال إنك من المنذرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطق المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال خرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما بولي عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلم نذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبتوا بعضكم لبعضنا عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسي وري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه إراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمن بالفحشة أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا اشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإطماب البغي بغير الحق وأن تشركوا بالله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا عن الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم نقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افطر على الله كذبا أو كذب بآياتي أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يطفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركم فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فضوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى إلجى الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهادو ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلاها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فاذن موذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يتمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال الرجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار يا أصحاب الجنة أن أفيد علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نصوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصل الله على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويل يوم يأتي تأويله يقول الذين نصوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا منه شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يتلبه حثيث والشمس القمر والنجوم مسخرات بأمري ألا له الخلق الأمر تبارك الله رب العالمين ودعوا ربكم تدر وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إسراحها ودعوه خفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحصنين وهو الذي يرسل الرياح بشرم دين يدي رحمتي حتى إذا قلت أصحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل التمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات للقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملو من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أَوَا عَجِبْتُمْ أَنْجَاكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجِلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِكُمْ وَلِيْتَتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرُقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَإِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُدَىٰ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملو الذي نكفر من قومه إنا لنراك في صفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس به صفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذا جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجلس وغدب أتجادلونني في أسماء إن سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتذروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلا تمود أخاهم صالحا قال يا قم اعبد الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذا جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الآد تتخذون من سهورها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعطى في الأرض مفسدين قال الملو الذين استكبروا من قومه للذين استدعفوا لمن آمن منهما تعلمون أن صالحا مرسلا من ربي قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتهم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه يتأتون الفاخشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لا تأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم مناصرين يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا مراته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم أطرافا انظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مذينا خواهم شعبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاتكم بينة من ربكم فأفلك إلى الميزان ولا تبخصوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طوافة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطوافة لم يؤمنوا فاسبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته